بحب بحط حمراء وبحب عرض سعر وبريميل للبنات وتلعب دايما معاين ودايما بحبي لعب العاب البنات ولبس لبس البنات سلوك مو طبيعي بتعلق لهم ينتنسي بينك بتلبس لبس الولاد وتطول اليوم مع الولاد وتلعب فوتبول محبوب الشارع وقلول بتعلق الموضوع بتعلق لهم ينتنسي إذن مفروض إنه هذا السلوك تلعب لهم حتى أنت تستطيع إنك وتحاول وتراجع مجرد مشروط وتراجع على فصائي سلوكي على شأن يتعب يتعب يتعامل مع الأشكالي يقبل ما تكبر مساكم سعيد متابعينا الكرام برحب فيكم بحل أجديد من برنامج سوشو حيث نستكشف وإياكم مواضيع مهمة وحساسة من أرض الواقع الهوية الجنسية والأشخاص الذين يواجهون تحديات في تحديد هويتهم الجنسية والتعامل معها في المجتمع ما هي العوامل المؤثرة والعوامل البيولوجية ما هي المصطلحات المختلفة والمستخدمة لوصف الهوية الجنسية مثل الذكورية والأنتوية والغير ثنائية نضموا وإيانا مع الدكتور المستشار النفسي والتربة والأسري والمدرب الدولي موسى مطارن أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يعني أنا من حسن حظي يا دكتور بهاي الموضيع الحساسة دايماً بيقع الإختيار عليك يلا إن شاء الله يعني نقدر نعطيها حقاً إن شاء الله ممكن بداية دكتور الناس تستهجن من موضوع الحلقة تبعنا لليوم لأنه إحنا مش فيها جرأة هي واقع موجودة بأرض الواقع لكن من ناحية نفسية ومن ناحية علمية وطبية بدنا نحكي فيها أهلا وسهلا فيك وفي كل اللي يشوفونا موضوع الهوية الجنسية موضوع مصطلح موجود وهو مصطلح نفسي بخص النفس الإنسانية والطغيرات السلوكية اللي بتعطيها للأطفال وللأسف ما بيتم الانتباه له وبتولد عنده مشاكل أكبر لشخصية هذا الطفل هوية الجنسية بتعني أن الطفل يحدد هل هو ذكر أم أنت هوية الجنسية يجب أن تتضح وتتضح في الثلاث سنوات الأولى طيب كيف منقدر نكتشف هذا الموضوع من عمر مبكر للأطفال يجب على كل أسرة أن تهتم في سلوك أبناء مظاهر السلوك واضحة في الثلاث سنوات الأولى أو الأربعة الأولى أنت بتلاحظ على ابنك أو بنتك في عنده سلوكيات غريبة ولد ولد بحب يحط حمرة وبحب عط سعر وبيمي للبنات وتطول دائما معاين ودائما بحبي لعب العاب البنات ولبس لبس البنات سلوك مو طبيعي بتعلق بالهوي الجنسي بنت بتلبس لبس الأولاد وتطول اليوم مع الأولاد وبالصرع تلعب فوتبول مقلب الشارع وقلول بتعلق موضوع بتعلق بالهوي الجنسي إذن مفروض أنه هذا السلوك تلعب فوتينت بقلول حتى أنت تستطيع أنك وتحاول وتراجع مجرد مشروط تراجع أخصائي سلوكي فيه على شام يتعرف يتعامل مع الأشكالية قبل ما تكبر علينا أنه نهتم في حماية ومراقبة أطفالنا دور الأب والأم في الرعاية أنه يحني الأطفال لأنه هذول مسؤوليته في هذا السن لأنه ما عندهم نضوج ما بعرفوا إحنا كنا نولد صفحة بيضاء قاعدة يعني محدش نطلي وقلي الفترة إحنا نولد صفحة بيضاء نحن نكتسب كل شيء سلوك يكتسب يكتسب وبالتالي شو بتربي شو في بيئة اجتماعية شو في بيئة أسرية بتبق تطلع شخصية صحة شخصية إذا بيئة تشوها هي نتيجة عن هذه التنجية وإذا هي سليمة نتيجة صحيح هي ما إلها علاقة بموضوع الأعضاء التناسلية هي إلها علاقة بالسلوك طيب دكتور هلأ خلينا نحكي فيه أنا نقشت هذا الموضوع أنا وحضرتك قبل هيك قلتلي في شي في بعض المسميات بيندرج تحت الإحساس وفي مسميات بيكون عنده تجربة سيئة اللي هما خلينا نقول الجاي هما هدول بيقدر هاي الفئة بتقدر تعالجها الفئات التانية كشيميل الليسبيانز إنه ما بتقدر إنه تعالجها لأنه إحساس هلأ في الطفولة كل واحد فيهم كان في متعرض لشيء مؤين تمام الجاي بتكون متعرض لإعتداءات في الطفولة وبالتالي نتج عنها عنده إحساس باللذة في هذه المواقع وبالتالي هذه بتحتاج لإشي مختلف الشميل بيكون هو نشى في بيئة كلها بنات وبالتالي مال من الطفولة من الصغير للبس البنات وشكل البنات فأصبح يحس حاله بنتي صار عنده هذا الإحساس باللذة وبالتالي بدأ لما كبر ظهر عنده كزلوك وبدأ يعمل له عضاء للأنثى وشعار يعني مش هرمون مش إطراب هرموني هو وانا مش لو هرموني كان صار له زبر أيوة على أنه فيه دكتور هلأ لأنه بعملوه قاعدين بيسووا تفصيل أيوة بالزابت بالزابت أنا بحب جرقتك في طرح المواضيع دكتور وبطريقة نفسية وصحية وطبية لا إحنا عم نسمع من هدول الأشخاص اللي هم هلأ عم بيورجوا حالهم وإحنا سوشال ميديا والأطفال عم بيشوفوا إنه هذا لا هذا هرمون وتغير عندي وصار عندي فهذا ما إله علاقة أبدا بالهرموني لها الجانب السلوكي يعني زي ما بتعلم يشراب شو اللي بحبه ويوكل هذا كل هذا تعلم وتعليم اتصاب اتصاب هلأ لو طلعنا هذا الطفل من هاي البيئة اللي شجعته لأنها لو من البدايات انتبهت للموضوع وهذا ما بصير بس شجعته ولاقوا في منهم كمان عن العين بلابسه العين بيخلوه بيظله زي البنت ويشعره قال الله سوف في العين ليصيبهم هما في العين ونخلاص الآن القصة انه المفروض انه لسولكيات خاطئة كمان بالأهل هاي التنشية التربية الخاطئة هي اللي بسبب عندنا هاي الاشكالية المثلي هاي انسان حس في الحرمان العاطفي عشفه يصر متفكك بيئة حرمان عاطفي في بيئة محب ولقى انه الرجل هو اللي عطاه قواه وعطاه حبه حنان وبالتالي هو اصبح اتجاهه وميله النفسي لرجل زيه والبنت نفس الشي السحاقية كمان بتكون في بطوليته في بداياتها هي وجدت الحنان والهذا وعانت من مواقف سيئة كتير قبرات سيئة مع الرجال وبالتالي بدأت طفلة بتميه لنا في الجنسة هاي الاسباب التنشوية يعني لازم ندرك بانه هذول الجيلة و هذول المشكل المشكلات السلوكية اللي ظهرت هاي مشكلات سلوكية هاي اللي ظهرت هي كلها نتاج تنشو نتاج التربية نتاج البيئة المجتمعية والبيئة اليسارية هاي اللي خلقت عنا هذه الحالة طيب دكتور هلا احنا تعرف سوشال ميديا و اعلام رقمي و الى اخره كله سوشال ميديا هلا الاهالي بتركوا حتى الاطفال بين ايديهم هالتابلت هالتليفون هاليوتيوب ما بيعرفوا على شو داخلين وصار هذا الموضوع منتشر انا ليه حبيت انه يكون حلقتنا لليوم عن هذا الموضوع تحديدا انه نوضح للاهالي شو هو هذا الموضوع وكيف نقدر نكتشفه في اطفالنا ومين السبب ورا هذا الموضوع والسوشال ميديا اللي هي عم بتدمر كيف نقدر نستخدمها مع اطفالنا ونراقب الاطفال بشو عم بيحضروا بريتا عيد شغلتا الاساس انه احنا ندرك بانه احنا في عالم مفتوح بالزبط الاساس ندرك انه اطفالنا عم بيعرفوا شيء اكتر ميننا احنا انه العالم قريه واحد بيفتعنت و بشوف وكلهم هلا تصرفوا القصص الفاضية كلهم بيعطوا اطفالهم التلفونات ولا اطفال بيحضروا كل شيء طيب كيف بدنا نتعامل معه على الاقل يكون عندنا نوع من الوعي الاجتماعي خلي في وعي عند الطفل كيف بيجي الوعي الاجتماعي؟ من خلال الحوار خلي في حوار بين ابنك وانت وابنك خلي فيك تقارب بينكم وحوار وتقبل اراه وافكاره وناقشه خليها تاخد مساحه فلاش من العصبية وتهب لي وتصير تقول لي هاي اساليب العنف والعصبية والمنع ما حتربي غير الاند عند الطفل هاي راحت ما تنفع هلا في ليلة انه الطفل صار عنده وعيد وعنده معرفة كثيرة بحاجة لانك تقنعه اذا ما استطعت تقنعه لا يمكن رد عليه وما في وسيلة اللي الحوار والتوجيه الغير مباشر غير مباشر في مراحلة المراهقة الطفل بيستقل بتخلص من مراحلة الطفولي ونسميه إنه بلسا بفكره طفل وبقول لها مصر الزلمة كيف طفل؟ فلذلك لما بصير في هذا الأمر نسميها دينامية المراهقة بطب لذلك أنت المراهقة ثورة فعالية فبالتالي مفروض أنت تستوعبها وتحتويها وتبدأ تنميها عنده وتبدأ تعترف في شاصيته وبفكره وتبدأ تتقبله مش تعليمات 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 ما بتجاوب معه حتى يبدأ هو يتقبل الحديث معك علشان تفهم شو اللي بجل في نفسه لأنه في مرحلة المراهقة الأطفال أو المراهقين بيجوا لأرفاق أكثر سيسمع الأصحابه أكثر منك فلذلك كمان بيبدأ تبلي علاقة مع رفاقه مع أصحابه علشان تبدأ تسيطر على الموضوع تكتشف تفهم شو بصير علشان تعرف تعمل معه وتستشير الخصائي المختصين نحن جهل عنا في عدم الوعي في متطلبات المراحل العمرية في خصائص صنمائية هاي بتخلي الأسرة ما عندها معلومات فبتتصرف أحياناً قطع مقابل السلوك طبعاً كنا بنحب أولادنا وكنا بنائهم كويسين عدم الوعي في الأساريب الصح اللي ممكن نتعامل معه الطرق أو الحالات هي بيخلق عنا إطرابات مختلفة رح أرجع لك دكتور بس نطلع فاصل وأكيد مكملين مع حضرتك متابعين الكرام خليكم معنا بفاصل وراجعين اشتركوا في القناة موسيقى رجعنا معكم متابعين الكرام وأكيد مكملين بحلقتنا لليوم مع دكتور موسى المطارنة وكنا نحكي قبل الفاصل عن موضوع المراهقين وهي مرحلة حرجة وخطرة كتير تمام؟ والمراقبة الأهل على الأطفال وهي المرحلة وكيف نحاور ونناقش أبنائنا حتى لا يوصلوا لمراحل صعب يصير فيها علاج حتى أربط الموضوعين يعني موضوع الهوية الجنسية في المراهقة احنا ما بعد الطفولة بتبدأ تظهر الشخصية وهنا بيبدأ عندنا تظهر الشخصيات اللي عنتها إشكاليات في السلوك سواء منها نتيجة الهوية الجنسية العلاقة مع المراهق من أرهق الشيء أي أتعب والمراهقة في كثير ناس بعترض عليها بقول لك قالوا المراهقة يا حبيبي المراهقة منظم مرحلة عمرية يعني نمائية طبعا أكيد هاي مرحلة أساسية من نمو الهوية المياً وطبياً وكل شيء حتى الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام قالوا خاءوا الصلاة تدقوهم هاي المرحلة صاحبهم فبالتالي هذا المراهقة مبدأ في الاستقلال الذات تبدأ عندهم مرحلة استقلال الذات وبنسميها احنا مرحلات في طعام اجتنا يعني بيبدأ هو أحس انه أمه وأبوه هذول بدوا العلاقة الطفائلية اللي بينه وبينهم يطلع عنها عشان يكون مع أصدقاء وينفرد لأنه لأنه أي شيء يحكوه هو بيقولها هاي بفكروا أنه صغير لسه بضعكو عليه أنا زلمة فهو بحاول يبين شابسيته تظهر طبعا بتكساعده تظهر بتكساعده تقوية عليها كيف أولا الطفل المراهق ولجل أصدقاءه أكثر من أبوه والتالي يخوه سوي علاقة مع أصدقاءه كاب هو تقبل شخصيته وبدأ معه في الحوار يعني دائما حاول ناقشه هل يطرع أفكاره وتقبلها مش تعصب تقول لا أو الدنيا لا هل يعترف بشخصيته وشاني كيف هل يعترف بشخصيته فلذلك لما بطلع فكرته يقوله اولا فكرة كويسة بس كنين يتحاول في هذا الشيء ما يتعامل معه بالقمع بالضبط بدك تعترف فيه لأنه قمع معناته تبتربه فهو ما بقبلها هذا احنا عم نحكي عن الشخص الطبيعي للي متابعين معانا الشخص الطبيعي اللي ما عنده اي اضطراب بالهوية الجنسية بالضبط فبالتالي انت ابدأ تقبل هذي الشخصيت تقبل هاي الأفكار وناقش هاي الأفكار بشكل إيجابي نناقش مع أصحابك وناقشوا الموضوع وحكوه فيه وتعاون حتى اول اشي تسانده نفسيا اللي هو بكل مضوط نفسيا كتير لأنه ألف ومثلين من المتغيرات اللي بصير معه رايحوا كمان لما بصير عنده توعية في اللي بصير معه وعي ترتاح أكتر ثلاثة كمان بتبدأ انت تحس ميول ويت شكليات ويت وبتبدأ تتعامل معها بشكل إيجابي طيب في حال دكتور إنه تم اكتشاف بهاي المرحلة العمرية من قبل الأهل إنه ابنهم أو بنتهم عندهم ميول آخر للجنس الآخر أو ميول أو اضطراب بالهوية الجنسية بهاي المرحلة شو بيتصرف أو لازم يتصرف بالأهل معناك أنت تفضلته حكيت إنه من مرحلة صغيرة بالعمر يا إما الأهل بيساهموا في هذا الموضوع بتنشئة الاضطراب بالهوية الجنسية عند الطفل أو إنه بيكتسب هذا الشي من تلقاء نفسه ممكن ما يكونوا من تبهين بالمرحلة العمرية الصغيرة وصلنا إلى مرحلة المراهقة وما كانوا من تبهين بالطفولة شو يتصرفوا لأهل؟ بدهم يحولوا لأخصائي سلوكي بدهم يتعاونوا مع أخصائي سلوكي هناك ناس بتقولك نظرة مجتمع لا، سرية ما يعني بتفهم الأخصائي السلوكي أمين على الأسفار وأخلاقيات ما تبتونعوا يحكي وبطريقة سرية، مش بضرورة ينفضعوا العالم يعني يراجعوا لأخصائي سلوكي مع الطفل عشان يبدوا يتعاونوا في وضع استراتيجيات علاجية وبرامات علاجية لهذا الطفل طيب، هلأ بدي أسألك دكتور في ناس بتعمل ترانسجندر تحويل، أوكي، وتغيير الأعضاء التناسلية بيقول لك لا أنا هيك، أنا حاس حالي بنت أنا حاس حالي شاب وفي ناس بتعمل هذا الشيء، هذا ضمن الطرابة الهوية الجنسية إنه الترانس اللي بيعملوا تحويل تام؟ هلأ إذا تحويل مصطنع أيوة هو ضمن الهوية الجنسية بس إذا مثلا فيه، هو بالأصل ولد مثلا بس فيه تشوهات في القلقية في الجهاز التناسل آه، هذا لأ ما بيكون، هذا بيكون هذا طبي عادي لا أنا بحكي عالي، هلأ إحنا خصوصا بسوشال ميديا، أنا بحكي عالي قاعدين بيطلعوا من ذكر كامل لأنثة كاملة عم يعمل لا بيكون فيه أشكالية، بيكون أصلا لكورته ناقصة، لا يمكن تكون هاي شوفي العملية التعويل، لا يمكن يكون فيه حقيقة بيكون عنده تشوهات لابد أكيد طب هون المجتمع يتقبلهم أو يرفضهم، يعني هذا سؤال كثير مهم هلأ إذا هي الموضوع تشوهات قلقية وجسدية، يتقبلهم المجتمع، لا يمكن تقبلهم الشخص عنده تشوه زي ما إنه يكون عندي تشوه في راسي ولا في عيني ولا في يدي وهذا التشوه تصلح أوكي وإنه يعني هو الجانب يعني إذا الجانب عضوي، هلأ إذا الجانب نفسي مختلف والمجتمع، هلأ بدي أعرف شو الاختلاف وشو نظرة المجتمع هذا الجانب النفسي أنا بتوقع يعني ما عندي طلاع في الموضوع لكن بتوقع أنه الجانب النفسي ما بيقدر، يعني يتحول لكامل كجانب نفسي، صعب، لأنه بكون عنده اكتمال في الأعضاء التناسلية وكل شيء، كيف تتحول طيب شو علاجهم هذول، شو علاج الحالات هاي كغي، شيميل، مثلي، رسبيان العلاج يجب أن يكون قبل، في مرحلة الطفول وإذا كان ما حدا مكتشف هذا الشي عند ابنه أو بنته بمرحلة الطفول، شو بيعمل؟ بياخد وقت أكتر، بيتعالج أو لا؟ بياخد وقت أكتر في ضمن علاج مؤسسي، يعني علاج قائم على برامج مؤسسية غير هيك؟ غير هيك، هو بيكونت هاي الشخصية موجودة، وأغلب الأشخاصيات هاي جمالاً يعني إذا إحنا بدنا نتكلم بصراحة حالتر، كلها بتكون أصلاً هي تعاني متفكك وسري يعني إذا بتسخب تلقى ما حدا حواليه، يعني بتلقاه ولا حاله عايش، صحيح فبالتالي الأغلبية بيكونه نتاج بيئة عسرية معينة، هو وجدت عنده هاي الحالة وبالتالي محدش مهتم فيه ولا حدا، فهو وجد لنفسه شخصية خاصة فيه، واقتنع فيه، وخلاص مو مستعد يتقبل أي شيء أصلاً غيره أيوة، أيوة، طيب هلأ كأطباء نفسيين دكتور خلينا نحكي وإحنا مجتمعات عربية، وأنت بتعرف أكيد كمجتمع عربي، أي مجتمع عربي دائماً عندنا نظرة الرفض لكل موضوع، ما بنقدر نتفهمه كأنه هاي جانب نفسي مش ظاهرة مثلاً، خلينا نقول، ولا بنشجع على المثلية، ولا بنشجع على التحولات، ولا بنشجع إحنا بنحكي في علم هلأ، مثلاً بيجيوا أنه نظرة المجتمع نفسها أنا بقولك لا، أنا ما بدي أورجي ابني للمجتمع، أو فيه ناس بتقبلوا ابنهم أو ابنتهم بهذا الوضع شو رأيك باللي، يعني أنتو كجهة توعوية، ما فكرتوا تعملوا شي فعلياً برنامج توعوي للمجتمعات العربية؟ أول شي أنا مو دولي عشان أعمل برنامج توعوي، أنا بقدم رسائل كل يوم بعطي هيديوهات اللي علي بقدر علي بس أوي لأنه أنا، إحنا منفقد هذا الشي دكتور، إحنا منفقد التوعية بهاي الموابع الحساسة هذه هيستراتيجيات على مستوى دولة، على مستوى أفراد، لكن أنا إنسانياً ما بقدر أقول إلا أنه أنا أتقبل أي إنسان وهذه هو جهاز اختلاف الثقافات وأختلاف البيعات الاجتماعية هناك بيقات الاجتماعية متقبلياته كمعادية هناك بيعsche الاجتماعية لا وأكثرày ثقافة مهمة والثقافة لا وهذه تختلف من جهة إلى جهة كل واحده ترؤى أي رأيه لكنني الشخصيا بان paws Mental Upon like as human بغض النظر عن متعلقه أو نوعه أو جنسه أو انفكره لاное أنا أُؤمن بالإنسان كإنسان بغض النظر عن أي شيء تاني لأنه هاي مهنتي وهي رسالتي وهذا عملي طيب دكتور هك رسالة أخيرة لكل اللي عم بتابعنا ضمن أنوان حلقة اليوم أتمنى نكون إنسان الإنسان اللي هو الأنس الإنسان اللي هو المحبة الإنسان اللي هو الود الإنسان اللي هو الطيبة الإنسان اللي هو العطاء الإنسان اللي هو مساند الإنسان اللي بعطيه بدعم أخوه الإنسان دعنه إنسان أتمنى إنه يسود نروح بعيدة عن الحزد والبغضاء والحقد الأمراض النفسية والتشبهات هاي أتمنى إنه كل أب وأم وأسرة تهتم بأطفالها ويهتموا ببعض أولاً حتى نشكل أسرة قوية متحابة سليمة وبالتالي نشكل مجتمع معطاء مبدع قادر على النجاح والتوفيق أتمنى إنه نرسخ مفاهيم الإنسانية عميقة جواتنا ومفاهيم دينية صحيحة حتى نستطيع إنه نحقق والتمع الرفاق والسعادة إن شاء الله بشكرك دكتور وبشكر وجودك معنا كمان كظف دائماً مميز وإن شاء الله أكيد في حلقات جاية بمواضيع جديدة وحساسة برضو شكراً إليك وشكراً إلك ويعطوك العافية الله يعافي ألبك دكتور كل الاحترام لإلك وأكيد متابعين الكرام ونشوفكم بحلقة جديدة من برنامج سوشو اشتركوا في القناة